واحدة من الموروثات الشعبية القديمة لا سيما في الجنوب العراقي العراضة العشائرية وهي عبارة عن تقليد قبلي يقام في المناسبات المهمة كموت أحد الشيوخ العشائر أو للتعبير عن حدث مهم ألم بالقبيلة حيث تطلق الأسلحة الرشاشة رصاصها في الهواء مع ترديد الأهزيج الحمسية كتعبير عن الدعم أو القوة أو المواساتة كانت العشائر قبل مئات السنين يعني قبل ظهور السلاح الآلي أو البندقية كانت تستخدم سيوف وتلوح بها هذه العشائر لتعبر مثلا عن التضامن أو تعبر عن القوة وفي حالة مثلا وفاة شخص مهم في عشيرة ما كان يكون شيخ عشيرة من العشائر فتقوم بقية العشائر بهذه العراضة للتضامن مع ذوي المتوفى أو مع أفراد العشيرة الأخرى ومع بداية تسعينيات القرن الماضي دخل استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى العراضة العشائرية ما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين الأمر الذي أدى إلى تزايد الرفض الديني والاجتماعي لها لا سيما في المناطق المتحضرة المرجعية الدينية العلية الله يحفظها حرمت إطلاق العيارات النارية في المناسبات في كل المحافل قبل كانت تستخدم لغرض التنبيه لغرض بأنه البيت الفلاني المنطقة الفلانية توفى منعتها شخص الآن بوقتنا بعصرنا الحديث صارت عدة تواصل منها السوشال ميديا ومجموعة التواصل الاجتماعي فما لها بعد ما لها حاجة ناشطون عزو استفحال قوة العشائر على حساب قوة الدولة إلى التخدم السياسي بين الطرفين إذ يعمد معظم الساسة على كسب ود العشائر كونها تمثل أصوات انتخابية مهمة أكون تخادم سياسي ما بين السلطة العشائرية والسياسيين لإدامة استقواء العشائر على الدولة وبالتالي أن تكون هناك السياسيين دائما يكونون بحاجة إلى شيوخ العشائر للتحشيد الانتخابي من جهتها تخشى الحكومات المحلية من الإنعكاسات السلبية لسلاح العشائر على التنمية كونه يتسبب في إرباك الوضع الأمنية ما ينعكس سلبا على خطط الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية نحن ندعو الجميع إلى ضبط النفس وإلى الاستحكام للغة العقل لأن حقيقة أمن المحافظة أمن مهم لأنه لدينا مشاريع ولدينا خطط قادمة نحتاج إلى موضوع الأمن في هذا الجانب وشهدت محافظة المثنى جنوبية العراق قبل أسابيع واحدة من أكبر العراضات العشائرية إثر وفاة أحد الشيوخ العشائر ما تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية إقالة قائد شرطة المحافظة وليس الرصاص الطائش في العراضات العشائرية وحده من يهدد حياة المواطنين بل يوجد ما هو أخطر منها وهو استخدام السلاح المتوسط والثقيل في النزاعة العشائرية علي العتاب الحراء ذي قار